منذ أخذت فنون الإقناع الحديثة تتبع أساليب وطرقا مختلفة في توجيه الأفكار عند العرب هي في حقيقتها ترمي إلى تشكيل العقول بطريقة تصبح فيها أكثر قابلية لتصديق ما يلقى على مسامعها وقل قدرة على اختبار ما يقال لها وإخضاعه لموازين النقد ولعل تعبير الأفكار المستوردة الذي يطرق الآذام بين الفينة والأخرى يلاقي موجة قوية من الاستهجان والتخوف مما يحمله هذا التعبير من خبايا طالما حذر منها من تفطن لها في وقت مبكر فهناك كم هائل من الأفكار التي وقف منها العرب موقف الحذر الشديد هي تلك التي تتسرب إلى العقول خلصة بطرق ملتوية غير مباشرة وتؤدي في نهاية الأمر إلى تكوين اتجاهات ضارة لدى من يتلقاها لا سيما ما تنقله الوسائط الإعلامية من أفعال يفترض أنها فنية ولكنها مليئة بالأفكار والاتجاهات الضارة التي يراد منها تحقيق أغراض مرسومة مقدما إن الدعوة إلى محاربة الفكر المستورد في وطننا العربي تبرر بالحرص على التراث الأصيل ومنع الأفكار الآتية من الخارج لأن فكرنا ينبغي أن ينبع من داخلنا ومن تاريخنا ومن ماضينا وتراثنا ومثل هذا الحرص يمثل هدفا نبيلا ولكن السؤال الذي لا يكف عن الإلحاء علينا في هذا الصدد هو هل صحيح أن كل الأفكار المستوردة هي شيء ضار ينبغي تجنبه أم أن هناك ما هو نافع ومفيد ومن عجائب المفارقات في بلادنا العربية أن الدول التي تحارب الفكرة المستوردة بضراوة هي عينها التي تفتح أبوابها على مصرعيها لأنواع من الأعلام المغرب والمليء بالأفكار الهدامة ولا تبذل أي جهد لحماية مجتمعها ومن هنا تشعر الشعوب العربية أنها في أزمة أفكار بل وأزمة إبداع خانقة وإلا فكيف تدفع المليارات من أجل شراء فكرة مسلسل أو برنامج لا يمت بصلة لواقعنا بل يهدم المنظومة الفكرية والقيمية ويبدو أن عجلة استيراد الأفكار تسير نحو جعل العرب يستوردون ما يراد لهم أن يستوردوه لتصبح أفكارهم نسخة طبق الأصل عن الآخرين إذا لم يتداركوا استنهاض أفكارهم وأخذوا بالنافع من المستورد وإلا فكيف لمجتمع أن يحارب هذه الأفكار إذا كان يستورد كل شيء حتى العقول